ومن دولة أثيوبيا إلى ميليشيات السودان الممثلة في قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دق له يا قلبي لا تحزن لسه يدوبك ما كملناش أو ما خلصناش الحلقة بتاعة دولة أثيوبيا والتصريحات اللي انطلقت من قلب أثيوبيا في مواجهة الدولة المصرية اللي بيتهموا فيها مصر أن هي مش قادرة تحمي حدودها وأن هي ما عندهاش خبرة زي جيش أثيوبيا لسه ما خلصناش الحلقة دي تفجينا بأن هناك تصريحات انطلقت من قلب قوات الدعم السريع اللي هي الميليشيات بتاعة الدعم السريع لتحرر الدقة نفاجأ بأن هما بيشنوا حملة هجومية شرسة جدا ضد الدولة المصرية لدرجة أن هما أعلنوا أن هما وقفوا التصدير لمصر عقاباً لها أن هي بتدعم الجيش السوداني الرسمي عقاباً لمصر فإحنا قررنا ما نتعاملش معاها لأن مصر أساساً في الحالة أن هي عدم التزامها الصمت وأن هي ما سكتتش عن دعم الجيش السوداني إحنا هنتحرك بحيث أن إحنا ممكن نولع الحدود المصرية ومصر مش هتقدر تدافع عن أمنها تخيلوا حضراتكم أن التصريحات دي انطلقت بالأمس فقط ما تيجو بينا نعرف آخر التطورات واللي بيحصل ويبدو أن قدر الدولة المصرية بتتحمل الكثير من سخافات السقار قبل ما نبدأ شير وليك للفيديو ده وكمانتك الجميل أنا أحمد عبدالعادي وأنت ما هو أنت لازم برضو تعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم بيروى في المأثورات أن فيه الأسد ملك الغابة جالوا حتة خنزير الخنزير اتشالت هبد وقال إيه أم صارعني فالأسد بصله من فوق لتحت وسكت قال له آه أنت خايف أنت جبان أنا الأقوى منك فالأسد بصله وأشاح بالوجه بعيدا قال له أنا بأكد لك أنك أنت يا ملك الغابة أنت أساسا أضعف من أنك أنت تصارعني ولذلك أنت خايف مني أنت ما بتتكلمش إليه وكل ثقة وهدوء قال له الأسد لو أنا صرقتك وانتصرت عليك هيقوله الأسد ملك الغابة اتشطر على حتة خنزير وضيع ولو أنت انتصرت عليها هيقوله الأسد ملك الغابة انتصر عليه حتة خنزير وضيع ألا ترى أنه في كلتا الحالتين سوف تجلب لي العار تاب الضبط موقف الدولة المصرية مع ميليشيات الدعم السريع في قلب دولة السودان ومع إثيوبيا مصر بتلتزم الهدوء والصمت مصر عندها خبرات سبع تلاف سنة أضارة مصر عندها القيم عندها القوة بتمتلك القوة للرد والسحق في سواني وبمجرد ما خطت خطوة واحدة نحو منطقة القرن الأفريقي كانت موجودة في القلب ولا سعدل على ذلك من أن هي نجحت في أن هي تبرم اتفاقيات استراتيجية جدا مع الحليف الاستراتيجي لدولة إثيوبيا اللي هو أسياس أفرقي رئيس إيرتريا اللي هو ساعد أبي أحمد في دعم الحكم بتاعه ساعد أبي أحمد في اجتياح منطقة زي منطقة التجراي وأباد أكتر من خمس تلاف من شعب التجراي وتم اغتصاب ألف من نساء التجراي وتم ارتكاب عمليات إبادة جماعية عن طريق قوات أسياس أبا أفرقي وقوات أبي أحمد الفيدرالية في قلب إثيوبيا ورغم ذلك ورغم هذه العلاقة الوطيدة إلا أنه بمجرد ما تحرك الرئيس عبد الفتاح السيسي قيد خطوة فقط لا غير في قلب مطقة القرن الأفريقي ألا بالتوازنات كلها فأنت جاي برضو عمال بتصرح تصريحات وقحة جدا زيك وبناء على أن خبرتك قصرة فمصر بتتعامل من منطلق نفس التعامل اللي تعامله الأسد مع الخنزير الوضيع قوات الدعم السريع مسكوا وطبقوا في زمارة رأبة الجيش السوداني طوال الفترة اللي فاتت تطورت الأوضاع توطرت الأوضاع مصر تدخلت على المستوى السياسي استضافت كل الفرق المتنحرة حاولت أن هي تعمل على رأب التزدعات الحادثة ما بين الطرفين مفيش فايدة بدأ الجيش السوداني يتقهقر نوع ما حدثت انقلابات غير عادية فوجينا بأن قوات الدعم السريع قالت الحاقه جيش مصر بدأ يدعم الجيش السوداني بشكل غير عادي مصر بدأت تلعب في الإعدادات بتاعة دولة السودان وده تدخل في الشأن السوداني على الرغم من أنه دول عربية زي الإمارات بتدعم ميليشيات الدعم السريع وما سمعناش حد علق على ذلك ورغم ذلك مصر نفت أنا ما حصلش والنعمة ما أنا تختم هنا ما حصلش يا أخوانا قال لا هو مصر تتدخل لي اسبت ما هي عاملة بالضبط زي البرنامج النووي بتاعة دولة إيران الكل بيقول إن إيران وكل الإرهاصات بتقول وكل الإثباتات وكل الأدلة بتقول إن إيران بتمتلك القنابل النووية إيران بتقول أنا ما حصلش اسبت وأنا ليه أخصر لما ممكن أكسب هو ده نفس منطق مصر مش أنت عاوز تلعب يا حالتها أنت وهو تعالي بقى أعرفكم اللعب العسكري واللعب السياسي واللعب المخابراتي إلا على أصوله قوات الدعم السريع أو ميليشيات الدعم السريع في بيان رسمي قالت إن هي كانت أكثر تحفظاً وصمطاً عن إبداء رأيها علانية إزاء كثير من المواقف المصرية المتصلة بالشأن السوداني منذ أوقات سابقة للحرب الحالية وقالت إن الصمت ده جاء حرصاً منها على خصوصية العلاقة اللي بتربط بين الشعبين الشعب السوداني والشعب المصري وقالت منذ تفجر الحرب الحالية في إبريل 2023 كانت مصر شركة أساسية للحركة الإسلامية والجيش في إشعال الحرب يعني مصر متواطأ مع جماعة الإخوان ضد ميليشيات الدعم السريع شفتوا أكتر من كده غباء مصر هتتواطأ مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان ضد ميليشيات الدعم السريع يا راجل طب إزاي؟ هم الواضح إن هم مش مذكرين ولا هم أريين والواضح إن هم بيحاولوا يقولوا أي كلام يا عبد السلام على رأي المصريين وقالت إن هي حذرت مصر كتير قوي وقبل كده طلبتها بالكف عن الدعم والتدخل في الشؤون السودانية والإمارات ودعمها لميليشيات الدعم السريع ودولا أخرى زي الكيان الإسرائيلي زي دول غربية يهمها إنها تولع الدنيا جنوب الدولة المصرية أخبارهم إيه؟ طبعا ده اسم شغل تهريج ميليشيات الدعم السريع اتهمت سلاح الجو المصري بالمشاركة في القتال إلى جانب الجيش السوداني وقصف معسكرات تبع ليها طبعا مصر ما رضيتش وكل هدوء وكل كياسة أصدرت بيان فندت فيه المسألة وقالت يا مجتمع يا دولي تعالى هقفل الاتهمات دي عشان الكل يتأكد أن مصر لا تتدخل في شؤون أحد على الرغم من أنه هناك دولا أخرى هي اللي بتتدخل في الشأن السوداني تفادت مصر طبعا اللي انخرط في تصاعد كلامي مع ميليشيات الدعم السريع وموقف مصر معروف وطبعا مصر أكدت أنه لا يمكن لأحد أن يقيم هذا الموقف أو يزايد عليه قررت طبعا ميليشيات الدعم السريع بناء على تدخل مصر زي ما هما بيقولوا في الشأن السوداني حظر الصادرات من مناطق السوداني الخضعة للسيطرة بتاعتها لمصر وذلك تعزيزا لاتهامات حمدتي لمصر بقصف الميليشيات بتاعته وقال الناطق الرسمي باسم ميليشيات الدعم السريع في بيان أن قواته بتحذر الحكومة المصرية وكل الأجهزة بتاعتها من التمادي في التدخل السافر في الشأن السودانية ودعا من سماهم بعض الأشقاء إلى حض الجانب المصر على وقف التدخلات الداعمة عسكريا للجيش لدرجة نحن شفنا تصريحات لقيادات ميليشيات الدعم السريع زي ألمك أبوشتال وده قيادي بقوات الدعم السريع من منطقة النين للأزرق قال في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع حذر التجار في مناطق سيطرة ميليشيات الدعم السريع من تصدير أي بضائع إلى مصر وقال لو صدرت فنجان صمغ عربي أو فول سوداني أو حيوان لمصر فهيتم معاقبتك بأشد العقوبات وأرضعها يا أي تاجر هتصدر الحاجات دي لمصر هنعاقبك وقال كل مواردنا يجب أن تذهب لدول الجوار مع دا مصر وإن أي شاحنة متجهة إلى معبر الدب السودانية أو مصر يجب التعامل معاها بصفتها عدوا صريحا دا اتشاله وترزعه وكده بيعاقبه مصر نحاول أن ولا قواته إلا بالله العلي العظيم مصر لو أخذت قرار بأنها ترحل كل الأشقاء السودانيين الموجودين في قلب مصر فقط هتعمل ارتباكات غير عادية في الداخل السوداني ورغم ذلك مصر لم تفعل لأن مصر مش صغيرة مصر كبيرة بتتعامل بالعقل وبالزكاء عاوز تلعب يبقى تلعب كويس مساعد وزير الخارجية المصر الأسبق السفير حسين هاريدي قال أن هدف التصرحات بتاعة ميليشيات الدعم السريع التشويش على الدور المصري في منطقة القرن الأفريقي وفي السودان وكل التحليلات المنطقية اللي اتنشرت بالأمس بتقول أن الأزمة في السودان مستمرة من أكتر من سنة وتوجيه التهمات لمصر دلوقتي غير مقنع ولا يتصق مع تسلسل الأحداث بالمرة لكنه يأتي عقب هزائم منيت بها ميليشيات الدعم السريع على أيدي الجيش السوداني بيحاول أنهما يخدوها حجة بفرجة على رأي المصريين بحيث يقول لك إيه لو مصر ما كانتش دعمة الجيش السوداني كان زمان حققنا انتصار وبناء عليه يا كل الدول اللي عاوزة تلعب في منطقة السودان تعالي دعمونا زي بالضبط ما بيعمل فلادمرزي لنسك رئيس أوكرانيا يا جماعة دلوقتي روسيا بتحاول بقدر الإمكان أن هي تقلب التوازنات بشكل كبير جدا والكوريا الشمالية والصين وإيران بتدعم روسيا وبناء عليه إحنا ممكن نتهزمه ولو أوكرانيا تهزمت يبقى في الحالة دي كل دول أوروبا كل دول الناتو بالشكل ده هيتهزمه ومن ثم عاوزين بقى دعم نفس المسألة بيعملها محمد حمدان دقله طبعا القاهرة ما بتدعمش الشخص عبد الفتاح البرهان اللي هو رئيس مجلس السيادة بل تدعم الجيش الوطني السوداني توصفه طبعا مؤسسة وطنية رسمية وفي المقابل لا يمكن لمصر أن هي الدعم أي جماعة تنشق على مؤسسات الدولة طبعا معروف أن في أكتر من دولة بالدعم ميليشيات الدعم السريع ورغم ذلك مصر أطلقت تحذيرات غير عادية خلال الفترة اللي فاتت حاولوا تحترموا نفسيكم وحاولوا أنه كنتوا ما تتجاوزوش وتفتحوا خطوط مع دولا أخرى لأن دا يعتبر بمثابة لعب في الأمن القومي المصري لكن طبعا حمدتي مرتدعشي القاهرة تتفادى تصعيد كلامي مع ميليشيات الدعم السريع السودانية حمدتي يحذر صادرات السودان إلى مصر قوات الدعم السريع اللي هي الميليشيات في الأساس تعلن حظرا للصادرات السودانية إلى مصر نحن نقول ميليشيات ليه؟ لأن القوات دي كانت في الأساس عبارة عن ميليشيات تعمل لصالح من يدفع تصالح القبائل الممكن تصالح الأنظمة مفيش مانع تصالح الحكومات المتعاقبة ميدرش لحد ما حدث اللي حدث بحيث أن هي دخلت شريك رئيسي في إدارة السودان عسكريا دخلت في صدام مع عبد الفتاح البرهان لمجرد أن هو قال حان الوقت أن يتم تسليم الأسلحة الموجودة مع قوات الدعم السريع بحيث يتم تسليمها للجيش ويصبح الجيش السوداني جيش واحد لا ميليشيات الدعم السريع مسيطرة على موارد غير عادية وعبارة عن مجموعة من الفاسدين الذين نهبوا خيرات الدولة المصرية أنت عاوز تحجمنا الكلام ده مش هيحصل ففظا على مكتسبتهم ومكسيبهم خلال العقود السابقة اشتعلت الحرب النتيجة شعب السودان هو اللي تحمل النتيجة أنت المفترض جدلا أنت بتلعب في الأبن القومي للدولة المصرية والمفترض جدلا أن الميليشيات الدعم السريع بدأت تدعمها دولا عديدة أنا كمصر مطلوب مني أن أنا أسيبك تلعب في المنطقة لا أنا هخليك تلعب في عداد عمرك